بعد شد وجذب بين أعضاء هيئة فرز الانتخابات شفيق صرصار وكمال بن مسعود تحت قبة التأسيسي بين 36 مترشحاً لعضوية هيئة الانتخابات فالمرشح الأوفر حظاً عن سلك الأساتذة الجامعيين قال إن الانتخابات هي أثقل عملية اللوجستية بعد الحرب والأخطاء فيها أخطاء قاتلة هي أن أخطاء يستحيل تدركها خاصة في الأيام الأخيرة كمال بن مسعود الأوفر حظاً في سنف المحامين قال إنه رفض منصب وزير الدفاع في حكومة علي العريض حتى يكون من بين أعضاء هيئة الانتخابات ترشح أصررت عليه رغم أن هناك من عارض في ذلك أصررت أيضاً حين اعتذرت يوم 6 مارس لما شرفني السيد رئيس الحكومة علي العريض بأن عرض علي حقيبة وزارة الدفاع اعتذرت وفي اعتذاري بينت له أني أسعى إلى خدمة بلادي ولن أتخلف عن المسؤولية لكنني آليت على نفسي أن أخدمها في موقع أكون فيه أفيد وأنفع وهو موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عامة قد تطول وقد تقصر ولكنها ستوذي في الأخير إلى انتخاب تسعة أعضاء من بينهم رئيساً للهيئة بالأغلبية المطلقة ولكنها قد تتعطل في مباشرة مهامها الهيئة رأي مش تبقى مدة باش تبشر مهامها توا السهل مش يتعمل لو هو تكوين الهيئة لكن فيما بعد لازم يتكون للجهاز التنفيذي لما تبدأ الهيئة تقدم لما يتكون الجهاز التنفيذي لي مش يصرف على الأمور المالية والإدارية وإن شاء الله يقع تطبيق ما جاء في قانون 20 ديسمبر 2012 اللي يخليوا للهيئة باش تختار الجهاز التنفيذي وليس للحكوم إذا كان الحكوم مش تختار الجهاز التنفيذي ما عدتش يظهر لي مش يكون الهيئة مستقنة مفاجأة قد تحدثها المحكمة الإدارية بإسقاط أعمال لجنة الفرز والجلسة العامة بعد تقديم جمعية عتيد عريضة للمحكمة الإدارية لإيقاف أعمال لجنة الفرز والقائمة الصادرة عنها بسبب عدم نازهة عمل هذه اللجنة على حد تعبيرها ترجمة نانسي قنقر